السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح اقدم لكم درس تعييمي كيف تعزف اغنية فارواي للمغني اليوناني ديميس روسيس طبعا الاغنية على مقام كورد وان هاعزفها من الري الاقاع طبعا تستخدم اي اقاع انت تشوف افضل انا لقيت بالياماها اقاع اسمه بوب فلامينغو سرعة الاقاع 95 هذا الاقاع من تطيل كورد سويج هذا الاقاع طبعا اللقاع تجد في الياماها تحت خانة وورد تشوف الورد تدخل على بوب فلامينغو وتخليه 95 نبدي من هنا يعني من الصول للصول من هنا حسنا حسنا نسوا همينجة ماتبين هدا الصول للصول بعدين من الره للره طبعا انا ما راح اعزف هوية يعني اعزفها كاملة اذا تدون تشوفون العزف مالتها كامل ما عليك سوى الضغط على الرابط الظاهر على اعلى يمين الشاشة حتى تشوف العزف شو انت نعزف المهم اول ما تبديها بعدين عشان يبدي العزف مالتها انتبهي لزين موسيقى موسيقى ناني راح نستخدم مفتاح ما موجود بالنوضام اللي هو هذي فاشرح السباعة موسيقى متعيدة مرتلخ رد انه في الشيلخ انه على الكوردات اللي يشوفها اول ما تبدي مثل هاي فاول كورد هو هاذا تضغط عليه موسيقى الري والفا واللا هذا هو الكورد الكورد الثاني هابا عمم سويتي موسيقى هذا الكورد اللاخ اللي هو فا لا دو فا لا دو موسيقى 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 راح اعزب الكميها شوي بالكوردات عمد تشوفوني الكوردات شان الصير شان اعدي الكاميرا موسيقى 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 ندوش هالكورد نتبع على يدي نسوي ه يعني اول كورد هذا اللي هو فا لا دو الكورد الثاني اللي هو دوري مي وصول او سي والكورد الاخير الثالث اللي هو ري فا لا وبعدين اخر كورد اللي هو دو مي صول هاي كوردات لغنية فنعيدها على السريع ما desafيال لا ما ما اشتركوا في القناة